هناك من دعا إلى أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة عديد قواتها في سوريا لضبط الأمور لأن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة وأن يكرروا ما تم فعله في العراق في العراق في عام 2006 كانت هناك واضح مشاكل كبيرة للغاية بعد ذلك بني على هذا الأمر زيادة عدد القوات الأمريكية وضبطت الأمور وكانت تحتقي قيادة بيترايوس بحسب طبعا الوقاع التي جرت على الأرض البعض يقول افعلوا في سوريا ما فعلته في العراق في عام ما بعد 2006 هل تعتقد قد يكون هذا أمر منطقي خاصا الولايات المتحدة تريد أن تبقى في المنطقة هذا سؤال صعب جدا أحمد أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك جوابا عسكريا ويمكن أن يكون هناك جوابا دبلوماسيا وكذلك جوابا سياسيا لهذا السؤال عسكريا بالتأكيد الولايات المتحدة وجودها العسكري يمكن أن يضيف قيمة إلى مثل هذا النزاع أو لدرع هذا النزاع وإذا ما كنا مئة الآن فنستطيع أن نتخيل ما الذي يمكن أن تفعله ألفين عنصر هنا لكن كسياسة هذا يمكن أن يكون مشكلة لأنه لا توجد هناك رغبة سياسية للقيام بمثل هذا الأمر داخل الولايات المتحدة أعتقد أن الولايات المتحدة بالكاد قادرة على دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا وضد غزوها غير الشرعي فلا أعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تعطي أو يكون لها رغبة سياسية لإرسال المزيد من الوحدات وأعتقد من الناحية الدبلوماسية أيضا وجودنا داخل سوريا يمكن أن يكون له تحفظات كثيرة أن تكون هذه المرة هي مسألة دبلوماسية بحتة فأعتقد أن كل هذه القرارات الأمريكية فأن الحكم الدبلوماسي للرئيس الأمريكي وكذلك للكونغرس ومكتب الرئيس الأمريكي لا يوجد لدى مكتب الرئيس الأمريكي أو الكونغرس أن يكون هناك بداية جديدة للمزيد من التوسع للجيش في المنطقة